دعنا نروح لتونس عشان نقرب أكتر ونتطمن أكتر من خلال المراسل الزميل العزيز كريم أحمد ونشوف معاي ونرجع نكمل مع الأستاذ محمد طويلة رئيس نادي النجوم خليكم معنا مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة قناة النادي الآلي كالعادة لحظة بلحظة ورسائل مستمرة لتغطيطنا اللي خاصة لفريق النادي الآلي في بطولة الدوري في البطولة الأفريقية احنا بصدد أكيد مباراة هم ومرتقبة مباراة النجم السحلي والنادي الآلي هنا في تونس على أستاذ رادس اللي إن شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الآلي الإصرار وشخصية النادي الآلي بنتمنى تكون متواجدة في هذه المباراة عمل الجمهور عمل الأرض الأمور دي خلاص النادي الآلي تعود عليها بشكل كبير جدا كل الظروف اللي بتقابل النادي الآلي الحمد لله مع توفيق ربنا بيقدر أنه يتغلب على كل هذه الأمور بشكل عام طبعا بعد وصول الفريق إلى التونس بشكل عام الفندوق الإقامة الغداء كان سريع لكن النهاردة التذيب الأول لفريق النادي الآلي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس على ملعب طبعا الجامعة رياضيات تونسية ملعب أكيد نادي نقول أرضيته مش جيدة لكن كابتن سايد عبد الحفيز وكابتن سامير عدلي باستمرار بيكون في تنسيق للملاعب وصيلة الانتقال فندوق الإقامة الأمور كلها اللي بتبقى سبب لعاقد فريق النادي الآلي عن التركيز أو خروج عن التركيز كل الأمور دي إدارياً بيكون على أعلى مستوى بيتم تسيلها بشكل كبير جداً وبيترك الجهاز الفني لتحفيز اللعبين الجمل التكتيكية توفير كل الأمور لكن أرضيت الملعب بيكون لها اختلاف كبير جداً مع اللعبين إن شاء الله بإذن الله كل اللعيبة الجهاز الفني يكونوا مفقين مستر ريني فيلر اللي بيتابع بشكل مستمر فريق النجمة السحلي من خلال مقاطع الفيديو نقاطل القوة والضعف كل الثغرات في فريق نادي النجمة السحلي تم الوقوف عليها بشكل مميز جداً نهاردة إن شاء الله التدريب كمان مع الصفر آه يمكن فيه طائرة خاصة لكن أكيد مع الصفر بيكون العب مرهقة يعني نوع عمان نهاردة مش هيبه تدريب قوي ممكن التدريب ساعة أو ساعة وربع لكن غداً هيكون تدريب قوي لفريق النادي الأهلي ويوم الخميس إن شاء الله وقبل المبرى بيوم على أستاذ رادس والتمرين الأساسي وتدريب الأساسي لفريق النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله نكون موفقين النادي الأهلي يكون موفق برحظة بلحظة ورسائل خاصة هنا من تونس بين كل الأجواء وكل الأخبار وكل كوليس فريق النادي الأهلي هنا في تونس وإن شاء الله بإذن الله تكون نقاط المبرى من نصيب النادي الأهلي